منتخب مصر انت قررت الاعتزال هل كانت اصابة ولا اجبرت على الاعتزال لا حصل حادث لمحمد حازم اه اللي كانت تريس معلية ده اه فالحادث ده اثر فيه لانه كنت رايح جاي على الطريق وكنت حركة جنب حازم اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى خلى حمد الروجي يخطف الشنطة بتاعتي بتاعتي الكرة وقال لي حتتعشى معايا قلت له انا عايزة حمشي معايا حازم قال لي لأ كان فيه واحد عندنا اسم كابنسانتوس جاب عربية جديدة وقال لي والله حديك العربية تروح بيها قلت له لأ ده عربية في اول طريق اسماعيلية العمر لسه فيه لحزة سبحانك يا رب وحازم قال لي حتمشي قلت له حمشي معاك يا حازم قال لي طب انا حروح اجيب حاجة من السوق في اسماعيلية وارجع لك جي عشان اركب حمد الرومي خطف الشنطة بتاعتي وحطها في عربية الكابتن سانتوس وقال لي حتتعشى معايا وحنديك العربية تروح بيها حازم قال لي لأ لكابتن حمد قلت له لا معلش يا حازم روح انت روح انت قاعد جنبه محمود جابر وعلي اغي قال له حازم خدني معاك قال له ده انا هاخد حمد نوح ومحمود حسن قال له لا معلش انا عايز انزل معاك انا ومحمود حسن نروح نواش معا حازم علي اغي ركب ورا وحازم راي على السوق يجيب حاجة من السوق ويرجع تاني هو رجع واحد بتاع قط اللبس شاول اللي حازم وقال له ان ابا كابتن خدني معاك القاهرة وكده كان جاي من وزارة الشباب اللي قطع التذاكر فحازم قال له معلش انا معايا كابتن حمد نوح لسه مستنيني في النادي هو محمود حسن ومحمود جابر وعلي اغا راحوا البنزيمة يموّلوا محمود جابر نزل يجيب من شنطة العربية اللي كان جايب سندوتشات من النادي علي اغا راح طالع قاعد قدام جنب حازم يا سبحانك يا رب يا سبحانك ده اللي بيتكلم عليها كابتن حمد دي دي حادثة محمد حازم نجم الإسماعيل الله يرحمه ويحسن إليه وعلي اغا وكان في طريق مصر إسماعيلية وشوفوا بقى القصة ما بيحكيها هو كان هيا في زركب معاه وبعد كده لا دخده في الشنطة بتاعته وحطوها مش عارب فين العمر طالما فيه في العمر بقية فربنا يديك الصحة والعافية اللي حصل كده كابتن بالزبط علي اغا راح طالع بسرعة قعد قدام محمود جابر قال له يا علي انت قعدت ليه قدام قال له معلش يا محمود أنا رجلية طويلة يا سبحانك يا رب وقعد جنب حالي محمود جابر بقى ورا علي اغا والراجل علي شمال ومام حازم ماشي لقى عربية عليمين نا مأتورة فرح رايح شمال رايح شمال حيروح على التالة ور اللي في مصر رجع تاني العربية كانت باور لسه مشتريها لا إله إلا الله أول سفرية طلح اسمع علي فلقى عظم العربية رح راجع تاني اتقلبت وإحنا عاديين بنتعش أنا وحمد الرومي ومحمود حسن جي محمود جابر حمده 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 نزل حافي حمده الرومي ولله العظيم يا كبتن مصرف وكلنا بدت عشا حمده الرومي نزل حافي جي مصر حافي طبقى عا المستشفى عالطور قال له حازم مات يا حمده لا إله غاور وعلي أغا وإطناطر من العربية ومحمود جابر قال لنا قلنا لها محمود بجده محمود قال لها يا إله إذا أنا قعدت وره ومسكت الكرسي اكني فعل بالكابريد بالظبط يا حاولي ولا قاطع إلا بالله يعرفنا وراحنا للمستشفى حماد الرومي بدنا عادينا قدام المستشفى قرايب حازم جم وجينا عالقاهرة على البيت عندي حماد الرومي جاي حافي طول اجيب له جازمة منين دلوقتي وده محمود انزل جيب جازمة للكابتن حماد الرومي قال اقدم قاسم حماد الرومي قدي كده رجيه راح جاب له جازمة جديدة ودبسها وروحنا عزينا والله يرحمه ويجعل مسؤولة مجدد يا رب يا رب يا رب طيب انت عملت مبراتة اعتزال؟ عملت مع مين؟ عملت مع النادي الاهلي مع النادي الاهلي؟ اه دي سنة كيام؟ دي سنة سبعة وتمانين اكتب سبعة وتمانين كنا احنا بطلنا او تسعة او سبعة وتمانين او كان حضرتك بطلت طيب كان نفسك تكمل مشوارك يا حمدي في المقاولين وفي الاسماعيلي وفي منتخب مصد تكمل مشوارك ولا انت استكفيت بكده وقلت لا انا خلاص انا خلاص بعد وفات حازم مع الحادث خلاص الحادث بتاع حازم اه قلت مش هروح لاسماعليه تاني لا خلاص قلت ده الواحد مش هيضحب نفسه نعم وانا عندي اولادي وكده اه الحمد لله اعتزلت وانا راضي يا كبت المصطفى ايه اللي انت فكرت فيه في مشوارك بعد كده هل تكمل في التدريب ولا تكمل كإداري ولا تكمل في شغلك الخاص ولا تكمل في المقولين العرب او في الإسماعيل يكونت موظف المقولين هي موجعت تاني بعد كده ايه طيب ايه القرار اللي انت اخدته بعد الاعتزاز انا القرار كانت مصفى عشان اكون صريح معاتي لما رجعت المقولين العرب اا ny Weil مرحفش بيا بعد ما رجعت بعدما رجعت الإسماعيل آآ آآ ليه؟ آآ زعلوا ان انت روحوا كان محمد حسين عثمان آآ ابن حسين عثمان آآ وعادل ايوب آآ مايكل ايفرت كراهم فيه آآ بس خلاص هو ده السبب يعني آآ زي ما يكون كان فيه حتة رفض ان انا ارجع النادي اشتغل مدرب وزعلت ان انت مرجعش الاسم المقاولين تاني زعلت عدت اربع سنين آآ بعد الاربع سنين آآ ليه يا صديق طلعت دورة الرمضانية آآ في آآ في أبو زمي آآ ليه اصدقاء راشد آآ محمد راشد آآ راشد الحر كان عيده مجلس ادارة آآ فقال لي احنا عايزينك في نادي الجزيرة لا بس احنا انت لما خلصت خلص قررت عزالك خدت آآ طريقك ايه؟ تدريب بعد كده؟ آآ خدت تدريب أهلت نفسك للتدريب خدت شاهدات؟ خدت شاهدتين شاهدتين الشاهدة الاولانية آآ والشهادة متقدمة بدأت تدريب هنا في مصر ولا؟ لا بدأت تدريب بره؟ بره في نادي الجزيرة؟ نادي الجزيرة عدت ثلاث سنين ثلاث سنين 11 سنة مسكتي 11 سنة آآ وبعد إن 13 سنة في سنة ايه تلات سنين نعم بعد كده رحت نادي العين نادي العين اعه كان حضرتك انت بعد ما مشيت أنا جيت عدت تسع سنين في نادي العين سبع بطولات سبع بطولات وتدركت مع الفرس تلات عشر سنة عدت معهم أربع سنين بعد سنتين بيمشوا الولاد يروحوا الخمستاشر بعد سنتين بيمشوا مين النجوم اللي انت عملتهم في نادي العين علي الوهيبي وشهاب أحمد وشهاب أنا كان عندي عشر لعيبة لعبوا دوري ممتاز من فرقتي وصلت لغاية سبعتاشر سنة اللعيبة دي وصلت سبعتاشر سنة خدت دوري وكاس سنتين واربعات عشان كده نزل الشيخ محمد بالطيارة وهو الشيخ خزاع ونزل كرمني ده كان تكريم لي أنا وقالوا لأنت بتعمل شغل علاقتك بيهم إيه لحد دلوقت والله إزاي الفل لسه بتكلمهم استأذنت أنا استأذنت إن أنا أرجع مصر هم كانوا مش عايزين يسجوني نعم كان عندي بنتين ودخلين الجامعة أمنية وردوة ربنا خليهم لك أه فالشيخ قال لي اجلس عندك خليهم لك جامعة العين أايوة وطوله معلش يا طويل العمر الشيخ هزاعي بنزايد وطوله معلش يا طويل العمر أنا عشان الولاد يتجوزوا في مصر وكده قال لي زين بس ترجع تاني تردلنا تاني وطوله نردلك اطويل العمر وطقطعت بقى علاقة التدريب بقى وخلال أه رجعت على هنا أه رجعت على التدريب هنا في مصر أه ما قولين العرب ولا فين ما قولين العرب ما قولين العرب المؤنس إبراهيم محلب أريديو عليك بقى ما قولين العرب بقى إبراهيم محلب ها مع المؤنس إبراهيم محلب من ديلو الساحة يا عرب حاجة جميلة طبعا تصل بيه وقال لي حمد نوع عايزك تجيل النادي روحت له وقال لي عايزك تجيل نزيل تشتغل في قطاع النشرين قلت له حاضر يا فندم وبدأت بعد سنة أو بعد خمس ستة شهور قابلت إبراهيم بيه محلب قلت له يا فندم أنا نزيلت قطاع النشرين في عشرين ولدهم